اشتركوا في القناة لأن بالتعليم طرق الامم بالتعليم تنهض الامم بالتعليم يكون لدينا دولة قوية ولكن هل يمكن ان تكون الدولة قوية والتعليم قوي بما يدور من احداث داخل التعليم انا هتديلك كده مثال ابت وزارة التعليم والتعليم الخاص ان تنتهي 2019 بلا فضائح فضيحة من العيار الثقيل في طرقات احدى الادارات الخاصة بالتعليم الخاص والخيادة الكبرى للتعليم الخاص بالوزارة أحد الموظفين طلع يشوف الكشف اللي رايح العاصمة الإدارية اللي هي الإدارة المديرة عرفت تعالى انت حرامي وانت مش عارق لا لا وانا حرامي انت زعيمة الحرامية ووصلة من الردح والردح المرادف ووراحت المقابل بين الموظف وبين السيدة المديرة السيدة المديرة اللي حطة في الكشف ناس هنشوفهم دلوقتي حالا الحمد اعرض اللي عندك الناس دي أخذ جزاءات ونوهنا عليها قبل كده وزي ما انتم شايتين حضراتكم ده أمر تنفيذي بتوقيع جزاء على الأسماء المذكورة واللي حضراتكم شايفينها على الشاشة ويجازك كلهم من فلان وفلان وفلان بخاص بخمسة أيام اللي بعده شوفوا حضرتك ليه اقرأ اللي جاي اقرأ اللي جاي ماذا اقترف هؤلاء ليحصلوا على هذا الجزاء بص حضرتك بقى اللي جاي كده واقرأوا تمعا لأن هؤلاء في تاريخ كذا 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 اقرأ كده حضرتك اقترفوا بوصفهم وكلام جامد جدا تغيير في لايحة للمدرسة المذكورة وتغيير في مصروفات مشاط ومصروفات عادية للتعليم وتغيير الممثل القانوني يعني احنا متكلم في وقائع طرقة لدرجة التزوير بل هي هي التزوير ذاته وزي ما انت شايف حضرتك الكلام كلام كبير قوي 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 وكلام قاسي جدا 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 اللي انتهى بجازات او بجازات هؤلاء المذكورين هؤلاء المذكورين بقى الستة متمسكة بيوم جدا وبتقول على واحد منهم ده عمود فقري عندي الواحد ده احمد جمعا اتخال حضرتك لسه من كم يوم بس البحث القانوني المغوار اللي قالف به بحث قانوني لو قضية ادارية ما بتنقشها النيابة الادارية تغل يد الجهة الادارية عن الادلاء بهذا الموضوع او بالتصدي لهذا الموضوع تخيل حضرتك ان في احدى المدارس في 6 اكتوبر صدر لها قرار اشراف مالي واداري دون انذار ودون ان يذكر في التقرير اسباب الاشراف المالي واداري لا خد الان كم من ذلك البيه كان في هذه المدرسة من كم يوم بيعمل ايه لما سألوه تبتاعمل ايه في المدرسة الفلانية هو رايح يدور على اسباب يحطاه في القرار بعد ما لقوا نفسهم متعريين والقرار خالي من الاسباب ووجدوا ان في حكم محكمة تصدى لدي المسألة وعفى المدرسة من المسؤولية الادارية وقضى في الشق الجنائي قالك انا كنت في مهمة للنيابة الادارية يان هاري سويد ليه بقولك يان هاري سويد لان البيه نفسه هو العمل القرار وهو اللي صادر قرار يشوف المدرسة والموضوع في النيابة الادارية طب انت من الموضوع في النيابة الادارية ومنين الموضوع في كلام ان انت بتعمل اشراف مالي واداري خلينا نقول حاجة هل الوزارة كانت لا تدري انه لك علاقة بالنيابة الادارية بالموضوع الاجابة ممكن تكون لا طب بعد الزيارة احمد جمع يا طرق الوضع الوضع عن الوزارة كده عارتك طب يا بعد يا فزارة معرفتي هتعملي ايه لسه متمسكين بالاسماء اللي ذكرتها لحضراتكم هنتكلم تاني وفي حلقة جاية عن الافادات افادات بايه حضرتك افادات بتسجيل طلبة في الدولة ان دول مقايبين مين اللجنة اللي بتنضي تخيل حضرتك لما يبقى عندي واحد لم يحصل على مؤاهل عالي وكان الدرجة الوظيفية بتاعته وكل المهن على راسي في البوفيه والله كل المهن على راسي بس ينفع اجيب بتاع البوفيه بتاعي واقولهم ديلي على القرار لجنة لو دا ينفع يا وزير التعليم يبقى على راسنا لو ما ينفعش يبقى لازم نفتح الملف من جديد هكتفي بهذا القدر النهاردة وكل سنوح وراجتك طيبين ودي بداية ولكن هما يعني للأسف اللي مش عايزين نينهو 2019 بشكل ممكن يكون في نوع من ان احنا دخلين على سنة جديدة وبنحاول نصلح الأخطاء لا هناك إرادة قوية للاستمرار والسيف على نفس الأخطاء وقصة في التعليم الخاصة ترجمة نانسي قنقر